مشاهدين أهلا بحضرتكم من جديد السيول في مصر بطول جبال البحر الأحمر حتى حلوان والأرصاد تطلق تحضيرات عاجلا لسكان ست مدن وخبير يكشف أخطر المناطق المعرضة للسيول وطرق الحماية منها ومن خلال هذه التاطية سنستعرض لحضراتكم التفاصيل هيئة الأرصاد الجوية مازالت تحدر من استمرار تقاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تؤثر على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتشمل ست مدن وقد يصاحبها سقوط أنطار خلال الساعة المقبلة ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة على أسوان 36 درجة والرطوبة 50% وتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط رياح معتدل أحيانا على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة مع فرصة لسقوط أنطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعضية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلتين ومرسى مطروح وأبو سنبل وأسوان والوادي الجديد ولوكسور وإنة على فترات متقطعة وكشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والري بجامعة الكاهرة عن مدى خطورة الأمطار والسيول على هذه المضط وطبقا لخراء التنبؤات توزيع الأمطار اليوم السبت فهناك أمطار خفيفة شرق مدينة أسوان فجر اليوم لمدة ساعتين وتتحرك شرقا تجاه جبال البحر الأحمر على منابع وادي خريد الذي يقع في مواجهة قومنبو وتنتهي قبل الظهر وغير مطاقع أن تكون سيولا على أسوان ثم تعاود الأمطار في الهطول بعد الظهر بشدة بدءا من ساحل البحر الأحمر عند شلتين وعلى جبال البحر الأحمر في وادي الحدين الذي يصب على شلتين وقد يشداد الوادي سيولا ثم تتحرك الأمطار غربا وجنوبا نحو مرتفعات وادي العلاقي بعيدا عن المناطق السكنية في أسوان وتتلشى على الحدود المصرية مع السودان حوالي الساعة التاسعة مساء وأوضح عباس شراكي أن السيول عبارة عن أمطار شديدة تهطل ساعات قليلة غالبا في المتوسط ثلاثة ساعات وتحدث في أي مكان كأمطار شديدة وتصبح السيول جارفة في المناطق التي يقابلها مرتفعات وتنتهي ما يسمى بمخراط سيول مثل وادي إنا ووادي الأسيوتي حيث تتجمع المياه من مساحات كبيرة في المناطق الجبلية لتصب في الوادي الرئيسي نحو المدن أو الكرة التي تواجهها خلال ساعات قليلة وقال أستاذ الموارد المائية والري بجامعة الكاهرة في تصرحات لصدى البلد إنه من المتوقع حدوث السيول في مصر بصفة عامة بطول جبال البحر على الجهتين الشرقية والغربية من حلايب حتى حلوان لتصب في البحر الأحمر أو نهر النيل للمخرات الغربية بالإضافة إلى سيناء ومنطقة مرسى مطروح بطول أكثر من 3000 كم في معظم شهور السنة من أغسطس حتى مايو وعشر إلى أن السيول لا تحدث بصورة منتظمة في نفس المكان بل على 14 سنوات وفي مناطق متفرقة وقد حدثت السيول في أسوان في يناير 2010 وأدت إلى هدم مئات المنازل الصغيرة ببعض القرى وأخرى في نوبمبر 2021 ولكن تأثيرها كان أقل ضررا بسبب مشروعات وزارة الري من تطهير مخراط السيول الطبيعية وإنشاء أخرى صناعية ورأس غارب 28 أكتوبر 2016 التي أغرقتها مياه السيول وجرفت السيارات وضمرت المنازل والطرق والمرافق وكانت الحصيلة 13 قتيلا وعشرات المصابين وخسائر بالملايين ولفت إلى أن الجميع محافظات الصعيد يقع أمامها مخراط سيول كبيرة وكذلك جميع مدن البحر الأحمر الرئيسية وبضن سيناء لا يمكن منع وصول السيول إليها ولكن يمكن الحد من مخاطرها عن طريق إنشاء عشرات الصدود الصغيرة للحماية والاستفادة من المياه وتطهير وتطوير المخراط الطبيعية الرئيسية والفرعية ومنع امتداد العمران عليها والمحافظة عليها من أي معوقات مثل إلقاء الكمامة أو مخلفات المباني وإنشاء مخراط صناعية إذا لدم الأمر ونظرا لعدم وجود الإمكانات المطلوبة في كل محافظة فأوصى بإنشاء عدة مراكز طوارئ للإغاثة تغطي جميع محافظات الجمهورية وتحتوي على بعض المعدات الثقيلة للوصول إلى المناطق المنقوبة بأسرع وقت وعدم تكرار مأساة سيول رأس غارب التي وصلتها المعدات بعد فوات الأوان من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام والفترة المقبلة من اليوم حتى يوم الخميس القادم وقال إننا على بعد أيام قليلة وينتهي شهر أبيب ويبتدي شهر آخر لذلك برقاء الاستعداد لمرحلة جديدة من أنماط الطقس والمناخ في أواخر أيام الشهر وأشار إلى أنه سيحدث انكسارا جزئيا في الحرارة بسبب تدهور مؤقد للمرتفع الجوي نتيجة الضغط القتلة الشمالية الأقل حرارة وهذا وفق ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد مشاهدين أن أستعرض لحضرتكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة 37-27 شرم الشيخ 39-30 الإسكندرية 33-25 الأقصر 44-28 أسوان 44-29 شلاتين 40-21 وأخيرا أبو سنبل 42-31 إلى هنا مشاهدين تكون قد انتهت هذه الطاطية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة